سلام عليكم في فيديو جديد من فيديويات اي مدرسة في هذا الفيديو نشوف بعض تطبيقات في اطار درس الدول الاوسية ونطبنكم نحلو في اغنى معادلة التالية معادلة الاولى الان ديال اثنان اكس ناقص واحد يساوي اثنان اكس معادلة التانية اكس ناقص جدر اثنان اكس ناقص اثنان ناقص واحد كتساوي صفر واخيرا نحلو في اغنى متراجحة اللي كتبلينا امامنا في الشاشة بنسبة للمعادلة الاولى نطلبنكم تتخدموا مهلة زمانية ديال دقيقة نتحاولوا نجاوب عليها في الواسخ ونشوفوا جميع الجواب ديال هاد السؤال اذا اول شيء كم بدأوا به نسميوا دي واحد مجموعة التعريف معادلة ونسميوا اس واحد مجموعة لحلول ديالها سوف نعرف الايطار اللي سوف نحل فيه هذه المعادلة هذه يعني مجموعة التعريف اذا اكس كتبلينا دا يكافئ ماذا يكافئ ان ما يوجد داخل اللوء الالان سوف يكون موجب قطعا يعني ان اثنان اكس ناقص واحد موجب قطعا ماذا يكافئ ذلك ان اكس اكبر قطعا من واحدة الاثنان يعني ان اكس اكبر من الان ديال واحدة الازوج اللي هي ناقص الان ديال اثنان وبالتالي فان ديال واحد هي المجال المفتوح ناقص الان ديال اثنان زائد ملا نهاية اذا دابا فاش عرف شنا هي ديال واحد ما بقا ليا الا من حل المعادلة ديالي يعني اني بدني نحدد شنا هي اس واحد اللي حد أن آن اثنان اكس ناقص واحد كثبت اثنان اكس ونح quadrant حدود ديال المعادلة الطرف 1.打 طولي عندي معادلة تالية. exponential للاثنان ايكس ناقص اثنان exponential إكس زائد واحد كتسوى صفر وكنا نجمع أن exponential للاثنان ايكس هي exponential للاثنان الكل أس اثنان هذه الخاصية التي نطبقها الآن لكي نحصل على المتطبيقها الهامة exponential إكس ناقص واحد الكل مرباء كتسوى صفر إذا كنت عندي هذه المتطبيقة العامة معنى تعب هي أن exponential إكس تسوى واحد وبالتالي فإن الحل الوحيد دي المعادلة ديالي هي X كتسوي 0 هنكتب إذن S1 هي الأحادية 0 نمر المعادلة الثانية Exponential X ناقص جدر Exponential 2 X ناقص 2 ناقص 1 يسوي 0 بحل يحلينا المعادلة الأولى كنتبعوك مرة أخرى نفس المراحل مراحل الأولى سنحدد D2 عادة باش نحدد شنية S2 مجموعة الحلول طبعاً الحل هنا ما عندي حتيش مشكل لألاش حيث الإكسبونانسيل دائماً مجابع يعني وخاكي نحل الجدر بك يحتاج مشكل معنى ذلك هي أن D2 نقدر نكتب أن D2 تسوي R يعني نقدر نحل في R المعادلة 2 إذن إلا بغيت نحل نعرف الآن الحلول ديالها X كتنتعمل S2 يكافي Exponential X ناقص جدر Exponential 2 X ناقص 2 ناقص 1 تسوي 0 ماذا يكافي ذلك؟ أن Exponential X ناقص جدر Exponential X ناقص 1 كل أس 2 لماذا؟ إذا عندي Exponential 2 X ناقص 2 هي Exponential 2 X ناقص 2 اللي هي Exponential X ناقص 1 الكل مربع التخاصية هي التي تبقتها الآن داكو؟ إذن Exponential X ناقص جدر Exponential X ناقص 1 على كل أس 2 ناقص 1 تسوي 0 الآن نقدر نبسط العبارة ديالي نلقى Exponential X ناقص Exponential X ناقص 1 ناقص 1 تسوي 0 وبالتالي نقدر نبسط أكثر Exponential X ناقص Exponential X على E تسوي 1 ونعمل الآن بExponential X عمل لي 1 ناقص 1 على E تسوي 1 النتيجة هي أن Exponential X تسوي 1 على 1 ناقص E ونستنتج إذا دخلتم بأن X تسوي ألن ديال E على E ناقص 1 يعني أن مجموعة الحلول ديالي هي الأحادية ألن ديال E على E ناقص 1 نمر الآن للمتراجحة ألن ثلاثة Exponential X ناقص 5 أكبر من أربعة تسمي دائماً D3 مجموعة التعريف ديالها و S3 مجموعة الحلول ديال المتراجحة X تنتميل D3 يكافئ ما هذا ما داخل الألن سيكون مجا قطعاً إذا كملت بها التكافؤات هذه تلقى أن X أكبر قطعاً من ألن ديال 5 على 3 ألن ثلاثة ألن دائماً الذي أريد أن ندوز من Exponential X ل X ندخل بألن التي تحفظ لها على ترتيب ألن دائماً ألن هي كديرا تزايدية قطعاً وبالتالي فد 3 هي ألن خمسة إلى 3 زائد ملا نهاية مفتوح الآن نحل S3 X كنتمي S3 يكافئ ماذا؟ الآن 3x-5 أكبر قطعا من 4 إذا تخذت بالإكسبونانسيال هلقى 3x-5 أكبر قطعا من 4 ماذا يكافئ ذلك؟ أن exponent X أكبر قطعا من 5 زائد الإكسبونانسيال الربعة الكل على 3 والآن نبقى ليه إلا ندخل بالإعلان كنتم تذكركم أن الإعلان الإكسبونانسيال X هي X وأن الإعلان تحافظ على الترتيب يعني إذا تخذت بالإعلان هنا عندي الحق أن نحافظ على نفس الترتيب وفي إعلان الإكسبونانسيال X سأتقول عندي هنا X كيف يبدأ لكم في الشاشة؟ يعني ماذا؟ يعني أن X أكبر قطعا من الإعلان للخمسة زائد الإكسبونانسيال الربعة الكل على 3 وبالتالي فإن X هو المجال لكي يبدأ لكم الشاشة نتمنى أن الفيديو نتعجب سعكم في أعمل لقاء بكم في موعد آخر ودرس آخر من دروس إلى مدرسة شكرا شكرا